الصدق لغة أصلاً ما هو؟ كما قال أبو الحسن ابن فارس في مقاييسه رحمة الله تعالى عليه قال الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء أصل يدل على قوة في الشيء ولذلك يقال رمح صدق رمح صدق وهو الرمح القوي وقيل المستوي وإذا كان مستوياً فيكون قوياً طبعاً بلا شك ورجل صدق ومجاهد صدق إذا كان ماذا قوياً صلباً لا يتتعتع ولا يجب ولا يتراجع صلب صلب كالرمح يقال صدق رجل صدق مجاهد صدق وهو ذو نظر صدق ذو رأي ذو فكر صدق ذو سلوك صدق الصدق هو القوة طب الصدق وهو مواطئة الخبر المخبر عنه أليس كذلك؟ والأصل في الصدق أن يكون في ماذا؟ في الأخبار في الأخبار ولا يكون في الإنشاءات مثل التمني والسؤال والترجي والتعجب إلى خيره إلا ماذا؟ إلا بالعرض ومجازاً بطريق التضمين يعني أنت حين تقول حضر فلان الفلاني إما أن تكون صادقاً إذا حضر أو تكون كاذب إذا إذا لم يكن حضر تكون زيفت الخبر صحيح؟ انتصرت مثلاً إيه؟ البلدة فلانية على البلدة فلانية في الحرب كان وقع النصر فأنت صادق إذا لم يقف أنت كاذب هذا الأصل لكن أعطني هل ممكن يكون مورداً للصدق؟ نعم طبعاً يعني الأصل لا كيف؟ طيب لأن قولي لك أعطني يتضمن أنني محتاج فكأنني قلت بأعطني أنا محتاج فأعطني إن كنت محتاجاً فقد صدقت وإن كنت غير محتاج فأنا كاذب في قولي ماذا؟ أعطني إن قلت لك ما أجمل حديثك ما أجمل حديثك هذا يسوي ماذا؟ يعدل ماذا؟ حديثك جميل إن كنت صادقاً وأعتقد بهذا فأنا صادق وإن كنت كاذباً وأرى أن حديثك ليس بجميل ولا طيب فأنا كاذب في قولي ما أجمل صيغة تعجب وقول مثل هذا في كل الإنشاءات في كل الإنشاءات فالأصل في الصدق أن يكون في الأخبار الأصل في الصدق أن يكون في الأخبار ستقول لي هذا له علاقة بالصدق الديني طبعاً وعلاقة مبدئية وأولية لأن الصدق كما نقلنا عن إمامنا حجة الإسلام الغزالي له موارد ستة ولا أعيد ذكرها وربما أضطر إلى ذلك لكن يمكن اختزالها إلى ثلاثة أو إلى أربعة صدق النية صدق القول صدق الفعال النية والقول والفعال والفعال تكون بالجوارح والنية تكون بالجوانح أليس كذلك؟ إذن هو صدق جوانحي وصدق جوارحي الذي صدق الله في قتاله صدقاً ماذا؟ صدقاً ماذا؟ جوارحياً بجوارحي بعمله واضح؟ والصدق قد يكون بالنية أيضاً قد يكون بالنية وهذا أساسه أساسه ستقول لي صدق النية كيف؟ طيب هذه مشكلة صعبة صدق النية كيف؟ النية هي موضوع الإخلاص هي آلة الإخلاص المورد الأساسي للإخلاص هل يمكن أنا أكون صادقاً في إخلاصي؟ كما قلنا الإخلاص لا يتعمل ولا يقرر ولا يأتي بالاستدعاء الإخلاص يخلص إليه بمقدماتي كما شرح في خطبة الإخلاص لكن يمكن أن تكون صادقاً في إرادتك الإخلاص أنك تحب أن تكون مخلصاً يمكن أن تكون صادقاً ويمكن أن يكون العيد ماذا؟ الأبعد كاذباً يعني واحد يقول لك والله يا الله أنا أولث من نفسي أنني غير مخلص علمني يا مولاي ذكروني يا أهل العلم والعرفان كيف نخلص؟ وكل كلام هذا كذب لا يوجد إرادة حقيقية أن يكون تعرفون مثل ماذا؟ مثل ما يقول اللهم رزقنا ميتة في سبيلك شهادة وفي الدخل يقول لا يا ربي شهادة لا أنا أقول أنا أموت على فراشي شهادة أموت وأتفجر وأمطخ وأتقط لا أريد شيء طيب لماذا تدعو الشهادة؟ يدعو كاذباً الله أمرسخ الشهادة بعد أن يقول لي اللهم لا آمين اللهم لا آمين ما تدوق أهبل هناك ناس حمقاء هناك ناس حمقاء هكذا والله العظيم يقول لك لا الشهادة فيها تفجيل وموت وقتل أحسن شيء أموت أنا مكتملة كما أنا هكذا على فراشي من جدة استكمال حمقي والله العظيم فيدعو وهو كاذب يدعو وهو كاذب واضح الذي يريد أن يستيقظ إلى صلاة الفجر ويبدي لك التألم أنه لم يستيقظ إلى صلاة الفجر قد يكون صادقاً في ألمه هذا وقد يكون كاذباً قد يكون صادقاً في إرادته الاستيقاظ وقد يكون كاذباً في إرادته في نيته شوف الكاذب في النية كيف طيب القرآن دلنا على المفتاح ما فرطنا في كتابه من شيء قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القائد ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم لأن مخرجهم مخرج كذب قال تعالى وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطان لا إله إلا الله مخرج صدق ومخرج كذب مدخل صدق ومدخل كذب لو خرج هؤلاء الكاذبون فيكم سيكون مخرجهم ماذا مخرج كذب طيب فكان ماذا مخرج الكذب يترتب عليه الخذان والتعثر وعدم التوفيق والإسعاد شفتوا خطير لذلك حتى أنت الآن حين تريد في بيتك مثلا أو في حتى في مسجدك طبعا انظر إمامك انظر قرينك في الصلاة انظر أو في أي مكان تريد أن تصلي انظر من الذي تريد أن يصلي بك أو تصلي بها أو يصلي معك كان يقلب على ظنك أنه من من أهل الدنيا ومن أهل الكذب والافتعال إياك يفسد عليك الجو كله ابتعد اذهب إلى من تراه أفضل منك وأقرب إلى الله منك صلي بصلاته أفضل ابتقوا الله وكونوا مع الصادقين لماذا؟ لأنه مدخل هذا إلى الصلاة مدخل صدق يترتب عليه التوفيق للخذان والإسعاد والإمداد والعطاء تكون صلاة ما شاء الله مميزة لكن مدخل كذب لآخر يريد أن يستعرض أشياء أخرى يستعرض حفظه أو صوته أو تقدمه على غيره أو امتيازه على غيره أو أنه أحق من فلان بالإمامة يتدافعون والنبي حذر من هذا من علامات الساعة يصبح هناك اقتتال على من يصلي أنا لا والعياذ بالله صلاة كلها هباء خلك من هذه الصلاة ما بدك إياها صلي بغيرهم ومع غيرهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأن كونك مع الصادقين ينشط فيك إرادة أصلاة ترجمة نانسي قنقر